بس في نقطة مهمة جداً احنا دائماً كنا بنتكلم على ليه النادي الاهلي واخدت دوري السنادي وليه النادي الاهلي من أسباب أنا بشوف انتقضنا النادي الاهلي كتير جداً في لعيبة كتيرة جداً جات ما كانتش قد النادي الاهلي ودفع فيها فلوس كتير ولكن صفقات النادي الاهلي السنادي اديته بطولة أفريقيا وديته النادي الاهلي بأمرت ايه؟ حتى حتى مودست جايب أهدافه عامل صناعات بس تعال أوريك بعض الأرقام عن صفقات النادي الاهلي الاهلي جاب مين السادة؟ جاب إمام عشور وجاب وسام أبو علي وجاب عمر كمان عبد واحد وجاب مودست أعلى تلتة من دون نشوف الأرقام أعلى تلتة لعيبة في النادي الاهلي في الدوري كله صناعة وإحراز أهداف مساهمة هم التلتة صفقات الجداد تعال نشوف الأرقام بتاعة المساهمات بتاعة لعيبة النادي الاهلي ده أكتر لعيبة تأثيراً في موس النادي الاهلي بالدوري يوسام أبو علي سجل 18 صنع 6 إجمالي 24 هدف بعد وعطول في المركز الثاني إمام عشور سجل 8 وصنع 5 الإجمالي 13 بعدين عمر كمال عبد الواحد اللي ما بيشاركش لكل وفين وفين راجل سجل 5 وصنع 7 الإجمالي 12 أعلى ثلاث لعيبة السنة دي أصروا مع النادي الآلي في الدوري هم الثلاث صفقات اللجوم اتنين منهم أو نقول إمام عشور في الصفقة الشتوية في أول السنة واتنين منهم في الصفقات في يناير تعالى بقى نشوف نتكلم مع أسامة أبو علي جيمي تتكلم عليه بس أنا عاوز أقولك على حاجة تأثير أسامة أبو علي في الأهداف نشوف الأرقام اللي بعدها أسامة أبو علي هو اللي خد السوكسير كله بتاع الدوري وناس كلها بتنسيب له الدوري طب هو الكلام ده بناء عشان راجل بيجيبه جون كتير لا توقيتات الأهداف اللي بيجيب فيها أسامة أبو علي وكم ماتش أسامة أبو علي قدر بأهدافه إنه هو يخلص الماتشات للنادي اللي كان ماتش 1-0 وخلاص وماتش بيراميدز تاني ما كانش فيه أي فرص لو نشوف الأرقام بتاعته سامة أبو علي ونخش على الفيديوهات بتاعته على طول عشان أقولك دول أربع أو خمس أهداف ده هنا مباراة زد والقالي لسه جيمي كان متكلم عليها 1-0 جاب جون 1-0 في ديئة 89 ماتش الأقالي والزمالك 3-2 اللي كان يوم 12-7 الراجل جاب الهدف الأول والتاني ده في بيراميدز الماتش الثاني بتاع بيراميدز 1-0 الفرصة الوحيدة اللي جاءت للنادي الآلي الراجل قدر يترجمها الجون هدف الفوز في ماتش الآلي والمصري اللي كان لسه من الأسبوعين 1-0 والهدف الأول بتاعت الآلي وبنك الآلي والمباراة كلها صعبة تعالوا نشوف بقى اللي جون دي وكلهم جون مختلفة بقى تعالوا نشوف أول جون بتاعزد جون بتاعزد ده يعني حكاة شهيرة كنت أنا وانت عابلين قبل كده حيطة عليه والفيديو طار فالهدف الأول بتاع النادي الآلي طبعا كانت السيطرة بتاعته سام أبو علي إزاي إنه هو سيطر على كرة ده كان جديد علينا حتى ساعتكم بنتكلم بيقول يا جماعة النادي الآلي جاء فيروت ما كانش إن حد متخيل إن فيه حد فيروت يقدر يطلع بره منطقة الجزاء وإنه هو إزاي بيتحرك وإنه هو إزاي بيساعد في الأهداف اللي بتيجي زي ما أنت شايف الرجل الاستلام طلع مودست ومود الصراح عمل بادي شيلدنج حلو أو حجز على رجل بشكل كويس للهدف الأول طبعا الهدف ده الرائع اللي أنا بقولك التحرك إزاي بتاع وسام أبو علي نوع دايما بتحرك في بلايند ساين في الزاوية العامية بتاعت المدافع عشان دايما نختف كرة ده كان الهدف الأول في مباراة بيراميدز الهدف الثاني جي من ضربة جزاء على طول الماتش اللي بعده يا كريم طبعا الباصر رائع من إمام عشور والفينيش بتاع وسام أبو علي ده خلص واحد صف ده كان ماتش نهاية أو قضية الدوري وده الهدف الجميل جدا بتاع النادي المصري إزاي الراجل برضو بتحرك في دار المدافع ودخل براسه الناس كان بتتكلم ان هو بلعبش بدماغه والهدف الجميل جدا طبعا أنا بلعبش بلعبش بدماغه أنا بلعبش يمينه كل اللجوان اللي كان حاسمة اللي كانت جوان مختلفة وسام أبو علي فتحال صفقات النادي اللي دايما بنتقطع في الصفقات ولكن صفقات السنة دي كان لها أثر كبير جدا عن نادي وده رد حلو فكرة ان كل اللي بردو كان بيقول ان هو مش عاجبه الصفقات بس ممكن يكون كان بيحفز الاهل انه ينجز بعض الصفقات وشوفنا الدنيا دلوقتي رايحة صح وعند الدنيا دلوقتي راح كب كريستان ونندو مش هستخره صح كده خلاص راجل قال كلمة هيروح يجيبه كريستان ونندو